مرحبا برج الحود أهلا بكم برج الحود أول شي نبتدي بجانب العملي من حياتك الوظيفة أو المشاريع والبزنس عندنا خمس الأخصان في واية اختلاف في الآراء بخصوص مشروع يديد في مكانك الوظيفة أو في البزنس مالك في اختلاف في الآراء في تنافس كل واحد يب يثبت وجوده ولكن اللي قاعدة أحسهني طاقت مو البقاء للأقوى ولكن البقاء للأفضل الشخص اللي قيد بشكل أفضل اللي أداء يكون أفضل في الفترة القادمة ترى أهوة ممكن تكون أنت أهوة اللي رح يتقلد منصب رقم واحد ما بين كل هاي الناس اللي في السوق أو كل هاي الناس زملائك في العمل وراها ست الأخصان بالضبط بالترتيب خمسة وستة في شخص رح يبرز كأنما الخيار لك عندك الفرصة أن أنت اللي تبرز تبرز ولكن مو بس تبرز من أجل الشو أو من أجل إظهار نفسك هني كأنما إذا كنت ما بين رابعك أو زملائك ما بين في السوق في السوق نفسه أنزين تبرز بسبب أن أنت قاعد تحتوي كل هالخلافات قاعد تحتوي كل الأشياء السلبية اللي قاعدة تصير مثلاً لو الكستمر أو زملائك في العمل يعانون من مشكلة سلبية أنت اللي تحتويها أنت اللي توجد الحلول هني التتويج يتم عندك ولكن في أسباب في أسباب قيادية هي اللي تخليهم يختارونك يا برج الحوت وآخر شي ننتهي بالغصن الأول الفرصة القادمة أو الوقت القادم فرصة ممتازة عشان تثبت وجودك هني لأنك إنما الفرصة جداً مؤاتية مفتوحة لأنه فيه اختلاف أوقات فيه سياسة تقول لك فرق تسد ولكن التفرقة هني already موجودة قبل ما أنت تدخل الأشخاص اللي حولك في الجانب العملي مقبلين على فترة اختلاف أو انفصال أو هنا فيه أحزاب حتى كل واحد متحذب عندك فرصة أن أنت تكون مثل إمبراطور الصين أن أنت اللي تجمعهم توحدهم كلهم لما توحدهم هني أنت السلطة تكون عندك ولكن السلطة ما تأتيك عشان الجشع السلطة أنت بالذات يا برج الحوت ما رح تأتيك عشان مثلاً بس تحس أنك ملك وأفضل منهم لا السلطة تأتيك من أجل أن تخدم تخدم الآخرين الآخرين هني محتاجين لمهاراتك القيادية في الفترة القادمة نشوف الجانب المالي اللي هو بالعادة مرتبط بالجانب العملي عندنا ثلاثة الأكواب وراها كرت العاشقين وأيضاً كرت الاستيقاظ أو الرجل المعلق ورج الحوت طاقتك أنت هي طاقة المياه رح تحصل حرية أكثر انفتاح يعطونك الثقة أكثر بخصوص التصرف في الموارد المالية في الفترة المقبلة بما معناه أيضاً موارد مالية أكثر راح تندفع لك أنت راح تندفع لك لأن هنا أوردي أي أنك منصب مثلاً تكون من موظف عادي إلى مشرف من مشرف إلى مدير من مدير إلى مدير عام ترقية ترقية هني ترقية أو ارتفاع حتى بين الأشخاص وبين المنافسين فهني أنت قاعد تحصل أو تحصل ثمار هاي الترقية أو الارتفاع عن الآخرين أو حسك القيادي هذا اللي قاعد يصير تندفع لك ويثقون فيك حتى الآخرين أكثر أنه يعطونك الأموال أنت تصرف فيها شنو لازم تسوي تعقل خليك متوازن لأن هذا الكرت فيه شخصين كرت العاشقين فيه شخصين كأنما خليك متوازن أفضل الأمور أوسطها هي النصيحة لك خلال هذا الشهر ولا تنسى الإدخار ثم الإدخار ثم الإدخار فيهني شيء أتشوف بما أنه عندنا كرت العاشقين فيه شيء تحب تصرف عليه تقول بما أن أتتني فلوسة ديادة رح أبدأي أعدل أأثث أحسن من شكلي أسوي كذا كذا انتظرت فترة طويلة عشان تأتيني هاي الأموال فلما تأتيني على طول رح أسوي الشيء لأحبها يعني مطلوب منك طاقتين عندك مو فقط أن تصرف على الأمور اللي تحبها والمطاعم اللي تحب تروحها ولكن أيضا أو حتى الأشخاص اللي تحبهم اعتدل ما بين أن أنت تصرف وما بين أن توفر لأن هذا كرت الرجل المعلق دائما نقول لك خل قرشك الأبيض من أجل يومك الأسود في شيء لازم تخليه ينضج الرجل المعلق معلق من شجرة صح؟ شنو أيضا الشيء اللي يتعلق من شجرة عشان ينضج في الوقت المناسب الفاكهة الفاكهة إذا فكرت فيها هي عبارة عن الشجرة أو النبتة نفسها قاعدة تخزن الغذاء تخزن الطعام تخزين ولكن تخزين لا موعد نضج لا موعد قطاف بما معنى كأنه مهني النصيحة لك أنه مو فقط توفر أموالك ولكن تخليها في نوع من الوديعة نوع من التجميد اللي تحصل عليه أيضا فوائد أوكي تخليها موفرة ولكن لها أيضا فوائد مو بشيدي موفرة على الفاضي خلا نشوف جانبك الدراسي برج الحوت ثماني الأكواب مضطر ترحل عن حلم عندك في بالك مضطر تساوم هذه الكلمة أحنا ما نحبها لما يكون في حلم معين في بالنا أنا حاط في بالي لازم أصير محامي لازم أصير دكتور لازم أصير التخصص اللي في بالي لما نأتي إحنا حين في فترة صيف ومقبلين على فترة جامعية لما نأتي إلى أرض الواقع نقدم امتحانات القبول نشوف الشواغر نشوف متطلبات سوق العمل نكتشف أن الشي اللي نحبه أوقات نكون محظوظين نقدر ندرس التخصص اللي نحبه أوقات لا لأنه أشوف في الفترة القادمة التخصص اللي أنت حط عينك عليه راح تضطر أنك تبتعد عنه ليش؟ عندنا كارت العالم ممكن أن يكون هذا التخصص ما فيه الكثير من الوظائف هذا التخصص مو هو التخصص اللي راح تحصل فيه بعثة أو منحة أو قبول حتى في الجامعة أنت تريد هاي التخصص أما الجامعة خصوصا إذا كانت حكومية تقول لك لا اللي متوفر عندنا تخصصات أخرى مثلا اللي أعلى منك بالدرجات وهم اللي شغلوا أو شغلوا هذا التخصص فأنت ما عندك خيار عرفت قصدي؟ أخذوا الأفضل أو أخذوا اللي يبونهم أنت هنا تريد أن تقدم يقول لك ما يصير وعندي بعد أيضا طاقة في أشخاص من برج الحوت يريدون أن يسافرون للدراسة يبون يدرسون برا كأنما هاي الأشخاص خصوصا إذا كانوا صغيرين في السنة يشوفون راح يلاقون معارضة راح يضطرون أن يساومون أو يوجدون حل وسط مثلا أن حاليا على الأقل يدرس في بلادك ممكن ينفكر عن دراستك في الخارج بعد ما تتخرج من البكالوريوس طاقة جديدة طاقة مع الأهل طاقة ما بينك وبين الأشياء المتوفرة في الجامعة ننهي القراءة بستة سيوف بالضبط الستة هو رقم التوازن هو رقم أنصاف الحلول رقم لازم نمسك فيه العصى من الناس ما أشوف أنك يا برج الحوت في الفترة القادمة راح تكون من المحفظين اللي يقدرون فقط يأشرون على التخصص اللي يابونا ويختارونا لا أحس أن أنت من الأشخاص اللي حبوا شيء وقالوا لفترة طويلة راح أدرس التخصص الفلاني ولكن بعدين يضطرون يرحلون تجاه تخصص آخر جامعة أخرى لأنه في أسباب هنا أشوف في أسباب أنت ما أخفتها بعيني الأكتبار أن الشواغر مهمة سوق العمل متطلباتها شنو التخصصات اللحيم مطلوبة أيضا مهمة وإنها العالم ما يعيش فقط على طاقة الأكواب طاقة الحب أنا شنو أحب وشنو راح أسوي أوقات لازم يكون فيه توازن ما بين شنو المفروض أسوي وشنو أحب أسوي هاي الطاقة الموجودة عشانك الرسائل ما راح تنطبق على الكل لأنها تخص جوانب محددة عندنا هنا موضوع الحجرة موضوع أمور الصحة وهنو الأمور القانونية فإذا ما عندك أي مشاكل في هاي الجوانب ما أعتقد أنها راح تنطبق عليك إذن نشوف جوانب الهجرة الكوب الأول الموافقة الأكيدة ما فيها برج الحد حتى لو ما كنت تفكر في الهجرة كأنما هني الكوب لأنه دائما أيس الكوب الأول السيف الأول مقدم من شخص مبادرة من شخص موش هين تدعب عليك حصلة لأ من الله سبحانه وتعالى يأتيك هني أبواب القبول لك مفتوحة مو هني عندك محاولة أن أن تدرس برا مادرة ليش أحس أنه في مبادرة من أطراف من جامعات خارج دولتك حتى مستعدين أن يستقبلونك الحجرة مفتوحة أمامك في الفترة القادمة لو قدمت راح تنقبل بسرعة جدا بسرعة ولو عندك طلب راح تأتي إن شاء الله الموافقة قريبا ثلاث الأكواب ولكن هذكرت الاجتماع والحفلة لأنه وراء ثلاث الأكواب سبعة السيوف فكأنما اللي قاعدة أتشوف أنه على الأقل مؤقتا راح تطر أنك أقول وداعا للأشخاص اللي تحبهم اللي تعوت عليهم في بلدك ما راح تقدر تأخذهم كلهم معاك كأنما المطلوب منك الهني اللي مقدمين لك تذكرة السفر لشخص واحد أو قبول طلب هجرة خلا نقول لشخص واحد فقط أنت تريد أن تأخذ معاك حبايبك ما راح تقدر لأنهني عندنا سبعة السيوف شخص يرحل في منتصف الليل ومخلي أشياء وراءه يرحل معا شي ومخلي شي فيه ثلاث أشخاص تحبهم لأنه أيضا تشوف السبعة اللي يكملها الثلاثة ونوصل إلى رقم عشرة الرقم المكتمل في التارو بما معنى من هؤلاء اللي تحبهم راح تضطر تخلي ثلاثة يمكن تقدر تأخذ مثلا فقط شريكك أو أحد من أبنائك والباقي تخليهم تخلي ناس وايد عزيزين على قلبك تحس في قطعة من قلبك وإن كان القرار مؤلم ولكن إيش لا تنظر للموضوع يا برج الحوت إن حتى الفراغ مؤقت ترى إلا ما ترتب أوضاعك تصير أفضل تسوي لك حياة في هذه الدولة وبعدين تقدر ترجع تخليهم ينضمون لك في هذه الدولة بس على أقل أنت في البداية لازم تروح بروحك وترتب الأوضاع هذه هي طاقتك في موضوع الحجرة خلا نشوف موضوع الصحة هذا كرتك وجودة هنا حضورة قوي أحس عندك نوع من ويد تفكر ويد تفكر والتفكير متعبك وأيضا طاقة هنا الأزرق الداكن أحس طاقة اكتئاب نوع من الاكتئاب هو اللي قاعد يأثر على صحتك هذه الطاقة عكس هذا الطاقة هذه الطاقة الساكنة اللي أعرف ويد وأتمنى ويد وأفكر ويد ولكن ما قاعد أتصرف ما قاعد أتصرف هذه كرت العربة هي الحركة فول أون السرعة القصوى حركة وانطلاق أي شيء نبي نروح نسوي فإهني كأنما في الفترة القادمة ما يمكن احتمال إنه يصيدك نوع من فيه شيء نفسي يأثر عليك يأثر على حركتك أو حسب تعليمات الطبيب بسبب ظروف معينة بضطر إنك تضل في الفراش ساكنا هذا الشيء يأثر على نفسيتك ولكن ما تقدر ما تقدر إنك تتحرك ومو المفروض إنك تتحرك وهذا أيضا كرتك هذا العالمة وهذا القمر هذي كروت برج الحوت وجودة عندك كأنه ما قاعد أتشوف شيء خص الصداع خص الصداع ممكن عندك صداع نسوي ممكن أوقات يأتيك صداع مفاجئ يرجع إلى قاعد أشوف هني يرجع إلى شيء بخصوص شبكة العين أعصاب العين في ضغط عليها يمكنك وايد تقعد أمام الشاشة يمكن أحد الأسباب هذي تقدر في الأمور الصحية أما إذا تحسن صحتك على العال فما في أي شيء يستدعي القلق خلا نشوف أمورك القانونية عندنا فارس الأخصان الفارس اللعوب خمس السيوف وكرت العدالة كرت برج الميزان العدالة راح تتحقق كأنما هني وجود كرت العدالة يقول لي الشخص اللي غلط الشخص اللي حاول يتهرب من مسؤولياته أنه يدفع أموال مع مكانة الأسباب فيها تهرب فارس اللعوب لا يعتمد عليه يتحاول أنه يتهرب من مسؤولية قانونية سواء أنت يا برج الحود سواء الخصم العدالة ثق فيها راح تاخذ مجراها راح ترجع الحق اللي ضاعهني لأنه خمس السيوف هي طاقة اللي راح أربح مهما كان الثمن ولكن لا أحسن في الفترة القادمة كل واحد راح ياخذ حقه اللي مثلا يقول لك القانون لا يحمل المغفلين اللي غلط هو راح يتحمل غلطه وإذا كنت أنت بعد نوعا ما مغفل أنت بعد راح تطر تتحمل جزء من الغلط ولكن إذا كان الغلط كله على الخصم هو اللي راح يتحمل راح يطلع الحكم الحكم راح يطلع قريبا إن شاء الله الحين بنشوف القراءة العاطفية اللي سويتها بفال الشعر القراءة العاطفية المفصلة راح تكون بعدين هاي القراءة خذها ومهما كان وضعك مع الشريك أنت أعزب مرتبط أو منفصل خذها وطبقها على حالتك بالطريقة اللي تحسنها تنصبك أنا بحاول أقراها بشكل عام أكي هني عندنا الفال الغزل 250 هو غزلك يا برج الحود ممكن أنت حتى تفهم رسائل تنطبق على حالتك من الكلام أكثر مني رسائل مبطنة أسميها يقول لك إذا طال عمري فسأعود مرة ثانية إلى الحان ولا أشغل نفسي ذلك بعمل آخر غير خدمة العربيت السكران قعد أشوف هني شخص ممكن أنت ممكن الشريك شخص ما أعطى الطرف الثاني فرصة ما انتبه له لما كان موجود ما حاول يتفاعل معاه ما حاول حتى يتمسك فيه ولكن هذا الشخص اللي ما تمسك أو اللي انسحب بسرعة ممكن تكون أنت ممكن تكون شارك قلت لك الشخص اللي ما تمسك هو الشخص اللي ابتدى حين ابتدت الأفكار تلعب براسه وابتدى الندم يظهر عليه علامات الندم هني أشوفها تظهر لأنه تقول لو أتتني الفرصة كأنه ما واحد قاعد يقول لو أتتني الفرصة قبل شم سنة كنت أحب شخص جما تركتها قبل شم سنة كان متقدم لشخص جما صديت عنه أو رفضته هاي الطاقة عندك لأنك أنا ما قاعد أحس أنه فيه نوع من الوحدة نوع من فيه أشياء كانت ملاهيتك قبل كان وايد عندك مثلا ملتهي بعملك ملتهي بالأصحاب ملتهي حتى بصغر السن مخذنك الغرور تقول لا الدنيا مليئة بالفرص مو الحين بكرة عادي الحين فضى عليك شوي المكان فظلت الأفكار تلعب براسك أو براس الشرك وسيكون سعيدا ذلك اليوم الذي أذهب فيه بعيون باكية فأنثر ماءها مرة أخرى على باب الحان مرة ثانية طاقة الندم تقول هالمرة هالمرة ما رح أمثل أو حتى أكابر بالعكس كأنه ما قاعدت وعد الله سبحانه وتعالى أنه سجسج لو صدتني الفرصة مرة ثانية لو هذا الشخص رجع ما راح أقوم بنفس الأسلوب اللي بعده عني ما راح أغلط نفس الأغلاط ما راح أبعد عن طريق محاولتي بالتحكم ما راح أبعد عن طريق التصرفات اللي أنا سويتها خلتها تبتعد بالعكس راح أغير من نفسي راح أغير كل شيء راح أفرش الأرض الأرض دموع أنثر ماءها أنزين وإذا لم تصل لي معرفة بهؤلاء القوم فيارب هاي سببا حتى أحمل جواهري إلى مشتر آخر ليش قلت لك هنا أنت بسبب الوحدة لأنه كأنه ما أنت قاعد تفكر في هذا الشخص اللي عندك حنين له من الماضي ولكن حنينك مو بسببه هو بالذات مو حبه في قلبك ظهر من العدم من جديد ولكن لا الوحدة الشعور بالوحدة هي اللي استفزت فيك الحنين لهذا الشخص حتى أنت بينك وبين نفسك تقول حتى لو أهوة أنا من قصدي بالضبط أني أفكر بهذا الشخص ولكن وحدتي خلتني أفكر فيه ولو أهوة ما بغاني أو ما رح يأتي ما عندي مانع لو أتى شخص داني ما عندي مانع أريد الحب أريد الارتباط أريد أن أرجع إلى وضع القديم أنه أنا مرغوب أنه عند شخص في حياتي وإذا انصرف الحبيب عني ولم يرعى حقوق صحبتي القديمة فحاش الله أن أسمى إلى حبيب آخر وإذا انصرف الحبيب عني ولم يرعى حقوق صحبة القديمة فحاش الله سوري أن أسمى إلى حبيب آخر بما معنى هذا الشخص الثاني حين أنت انت اللي شوي فيك عيارة او العكس ولكن الشخص هني اللي فضى عليه المكان وهو يقول حتى لو مو هذا الحبيب خليه يأتي حبيب ثاني ما عندي مشكلة انا من فتح الحين للخيارات الشخص الثاني يقول لا وهو لحد الآن هذا الشخص لو تزوج لو رح في سبيله لو بتعد عنك انقضعت اخباره لحد الآن يتذكر نفسه انه هو كان حبيبك يوم من الايام كأنه ما في بصمة في بصمة انت خلقتها ولو انك ما تدري عنه بس حين وصلتك طاقته واذا آتاني يلحظ وساعدتني دائرة هذا الفلك الازرق فلك الازرق دائما لون الازرق يرمزوننا بلون الاكتئاب او الجن طاقة يسمونها الخوارق للطبيعة الجن الاشياء اللي ما نقدر نتحكم فيها فاذا واطاني الحظ قاعد تطلب من الحظ من الاشياء انت تقول انا ما دري شنو اللي ممكن اسوي الحظ السحر الدعاء في احد ممكن يساعدني اي احد ممكن يساعدني عادي عادي اي احد ممكن اقول لقصتي وشور علي بنصيحة خلي يساعدني حتى لو شخص مفاهم انه حتى هنا قاعد تستدعي دائرة الفلك الازرق فساحصل عليه مرة اخرى بفرجار اخر رح اعيد لك البيت واذا آتاني يلحظ وساعدتني دائرة هذا الفلك الازرق فساحصل عليه مرة اخرى بفرجار اخر يتقول اذا يتني فرصة ثانية سواء هالفرصة الثانية بتكون باسباب تدخل الهي مباشر او باسباب حظي باسباب نحسي باسباب احد يساعدني تطلب مساعدة ما يهمك ما يهمك انه انت تمشي وتقول القصة لحد ما احد تكثر خاطرة حتى ويساعدك او الشخص الثاني ما عاد ما عاد يفرق معاك لانه تقول ساحصل عليه مرة اخرى بفرجار اخر تطلب انه مهما كانت الظروف يكون فيه اجتماع حتى ولو صدفة لانه كأنما هذا الشخص احسن الروابط الاشخاص اللي كانوا يجمعونكم مع بعض يمكن ابتعده وانتقله وصار فيه انقطاع للاخبار وتتمنى ان الصدفة ترد تجمعكم الصدفة والحظ هاي الامور اللي خارج عن الطبيعة وقلبي يطلب العافية وهناءة العيش اذا سمحت بهما مرة ثانية اذا سمحت بهما مرة ثانية غمزات الى اسرارنا مغلقة لا مو هذا البيت هذا البيت لا وقلبي يطلب العافية وهناءة العيش اذا سمحت بهما مرة ثانية تعرف هنا لما يقدموا لك الضيافة وانت مثلا عطشانا وانت جوعانا وانت ترغب ولكن بسبب عزة النفس تأخذك مثل ما قلت لك هنا الكبرياء تقول لا ما ابي لا انا شبعان لا ما لا داعة تكلفون على نفسكم هناك انما اللي صار شوي مضحك لان اللي صار انه فعلا العرض الشخص هذا نفسه الاشخاص فعلا انسحبوا انت كنت تقول لا عبالك ان راح يضلون يلحقون وراك يتمننونك لا قالوا اوكي وانسحبوا وذهبوا في حال سبيلهم انت تقول لا 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 اطلب مني مرة اخرى انا مو قصدي ان اصدك اقصد ان كان مفروض تتمسك فيني اكثر ضيفني اصر علي اصر ان انت تضيفني اصر ان انت تكون موجود في حياتي انا زينا انا اتخيل احين خصوصا في ضيافتنا العربية لما يأتونا ضيوف الى بيتنا وقدم لهم الشاي على طول يقولون ما لا داعي او ما نريد وعلى طول نسحب الشاي منهم هنا راح يصير في استغراب لان ثقافتنا هناك كأنما مبنية احنا على الاصرار على الضيافة الاصرار هو المغزل لان من الادب ان ما نأخذ الشاي من اول مرة انزين هذين البيت متشابكين فانظر الى اسرارنا المغلقة وقد قالوا فيها الحكايات الطوال واخذوا يرددونها في كل زمان على نغمات الدف والناي وعلى رؤوس الاسواق لحد الان لما تجتمع مع ناس كانوا يعرفون بقصتك وقصتك تشوف في ترديد للقصة كأن الاحين اهم عالقين في خمس سبع عشر سنوات قبل ويقولون تذكر فلان تذكر علان ما تدري عن اخبارها شنو صار بينك وبينها مع ان كانت اسرار مغلقة مع ان كان الموضوع تتوقع انت بينك وبين نفسك ممكن لاحد يدري عنها بس انتشر انتشر صار مثل القصة التحذيرية للاخرين يقولون شوفوا فلان شلون رفض او ما تقبل عرض الشريك الحين بقى وحيدا الحين بقى وحيدا يقول اذا واتاني الحظ ساحصل عليه مرة اخرى انزين ممكن تكون انت قلت لك يا برج الحوت ممكن يكون الشخص الثاني اعكس الرسالة بما يناسب وضعك وما زلت ابكي في كل اللحظات لان الفلك في كل ساعة يصيب قلبي الجريح باذا جديد اخر هنا احس انه هو هذاك الشخص هذاك الشخص مهما ابتعد في حياته مهما خلاص وصل ونشغل وتزوج او اشوف هنا وايد انه مبتعد ابتعد عن محيطك ما صر حتى يقابلك صدفة لحد الان تصير امور اتذكره فيك تعرف يعني مثلا تور الجرح يبتدي يلتئم على طول الرد الروح نضربه او نستفزه فيرد ينفتح دائما فيه تذكر سبحان الله هذا الشخص لانه لحد الان منسك الطريق بينكم منسك بشكل نهائي فدائما مهما ابتعد ومنشغل يصير فيه ارجاع عن طريق موقف عن طريق شي عن طريق مثلا فقط يطوف على الشارع اللي عرف انه انت ساكن فيه فيرد يتذكرك ولكني اعود فاقول ان حافظا لم يقع وحده في هذه الواقعة فكثيرون غيره قد ضلوا وضاعوا في هذه البادية الشاسعة اول شي وهو يحس انه انت اللي نسيته من ناحية الاهواء يحس انه انت اللي نسيته انه انت اللي لهيت عنده وانه مستحيل اليوم تتذكره هذا من جانبه من جانبك انت هني شاعر يقولك ترى قصتك مو مميزة او استثنائية لدرجة انه معدومة في كل حي في كل بلدة في كل قرية حتى الا ما تلاقي قصة حب شبيهة بهاي القصة شخص يطلب مننا الارتباط شخص يعرض علينا لكل شي احنا نتمنى ولكن سبحان الله في اسباب سعاد اسباب حتى خارقة للطبيعة ليش اقولك خارقة للطبيعة دائما اريد ارجع الى الفلك الازرق الامور العقد الطريق شوف هذا طريق بينك وبيننا صح كنتوا شدي اضطريتوا تفترقون مش شرط بسبب ارادتك انت او ارادته اوهو صار في افتراق ظاهر الامر ان انت اللي صديت عنه ولكن طرقكم اريدي كانت قاعدة تبتعد ذلك الوقت والحين صار في على وشك الاجتماع شوية كفاية ان انت تفكر فيه اوهو يفكر فيك في الفترة القادمة ما تدري متى الطريق رح اريد ينفتح فتأكدنا في كل بلدة فيه اشخاص كانوا يتمنون بعض ولكن حدث ابتعاد حدث رفض رفض منك رفض منه وهذا الشخص تشوفه يظل يندم انه انا لو رجع به الزمان عطيت فلان ويه انا لو رجع به الزمان شان قبلت عرض فلان للزواج فقصة لا تحس انه انت بروحك انك سويت عمل مخزي او غريب او شي تندم عليه كل شي انا اظل و اقول و اتمسك ان كل شي نصيب خصوصا في هاي الامور ارادة الهية و حد لو كان ظاهرها انت اللي رفض اشتركوا في القناة